موسيقى نحن في الحي رقم اثنان في مدينة سرط هنا خاضت القوات الموالية لمعمر القذافي اخر معاركها والحي تعرض لاعنف قصف طوال النزاع في ليبيا لم يسلم اي شيء من الدمار والحي الذي كان يسكنه ثمانية الاف شخص يضم الان قلة من الاشخاص اما الاخرون فلم يجدوا منازلهم ليعودوا اليها علي فقد منزله واقارب له في غارة لحلف النيتو وهو يقول ان اجواء عيد الاضحى غائبة هنا كنا نحن العيد بثمانئة ضحية في العيد ما فيش كهرباء ما فيش مية اخذنا ضحية واحدة وضحينا ويعني مجرد تطبيق للسنة فقط لان ما في موجود عيد انا ما عيت على امي ولا احد ما قاربي مجرد اصباح خير اصباح خير قبل نروح لنصلي العيد نرجع نطبق السنة ونعيد على الجيران ونعمل بارباكيو ونعمل اشياء كذا اهالي سرط يأملون ان لا تهملهم السلطات الليبية الجديدة فمعظمهم كانوا من اشد الموالين لمعمر القذافي ابن مدينتهم وهم دفعوا ثمنا باهضا لقاء هذا الولاء فالارقام تشير الى ان مئة الاشخاص من مدنيين وعسكريين قتلوا في الاسابيع الاخيرة لكن البعض يقولون ان السبيل الوحيد الى مستقبل افضل هو ترك الماضي خلفهم المعمر القذافي انتهاء ومات فنشبه مستقبل ليبيا ايش يكون مستقبلها المصالحة الموطنية المصالحة الوطنية تشمل على تعويضات الناس التي تضروا كلهم اللي ماتوا اولادهم اللي دمرت حيشانهم اللي شردوا هذه كلها يشبهون المصالح الوطنية اليوم نرى سرط مدينة اشباح وسكانها المائة الف مشتتون في انحاء ليبيا هنا لا شيء يدل على قرب عودة الحياة الى طبيعتها وحتى امل السكان بالحصول على مساعدة قريبة بات ضئيلا جدا